اشتركوا في القناة يوم الاسكان العالمي الذي يصادف يوم الخامس من اكتوبر من كل عام يأتي كمناسبة دولية تطل وعبر فضوتها تجربة البحرين الرائدة على الصعيدين المحلي من خلال ما يتم تصطيره من انجازات في بدن المسيرة الاسكانية وتطوير مبادراتها وخططها الاسكانية بهدف تحقيق جودة المعيشة لمواطنها وضمان استدامة الملف الاسكاني فيها وأما العالمي فيتمثل بتعاونها الوثيق مع برنامج موئل الامم المتحدة لاسيما بعد اعتماد الاجندة الحضرية في العام الفين وستة عشر التي افلحت من خلالها حكومة مملكة البحرين بتضمين باقة من الخطط والبرامج التي تسهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين والذي يبرز الهدف الحاد عشر من بينها كأحد اهم المقاصد الرئيسية المنادية الى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وامنة وقادرة على الصمود ومستدامة ولطالما كان وما زال قطاع الاسكان منذ البدايات وحتى اللحظة يشهد حيوية تدب في عروقه السليمة بعافيتها ونجاعة الوصفات التنموية التي يتم اتباعها من اجل رفع مستوى الخدمات السكنية ومراعاة معايير الجودة فيها مما يترتب عليه تحسين مستوى معيشة المواطنين بالشكل الذي ينسجم مع رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتزاما باهمية امضاء الامر الملكي السامي ببناء اربعين الف وحدة سكنية جديدة اذ نجحت وزارة الاسكان بتسليم خمسة وعشرين الف وحدة سكنية منها خلال فترة برنامج عمل الحكومة السابق الفين وخمسة عشر الفين وثمانية عشر حوتها مدن البحرين المنتشرة التي لديها القدرة على توفير ما ينوف عن خمسة وثلاثين الف وحدة سكنية وزعت على خمس مدن اسكانية نموذجية وما سينتج عن جدوى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص الذي من المؤكد ان يلعب دورا محوريا في تنفيذ الالتزام الاسكاني الوارد في برنامج عمل الحكومة الحالي الفين وتسعة عشر الفين واثنين وعشرين بشأن العمل على توفير خمسة وعشرين الف وحدة سكنية جديدة تراعي المعايير العالمية الحديثة في مجالات التخطيط وتوفير الخدمات الشاملة والبيئة الآمنة والصحية للمواطنين سلسلة إنجازات اسكانية أشير إليها بالتميز وبالعلامة الكاملة من بعد ما شرعت وزارة الاسكاني في مراجعة السياسة الاسكانية من خلال وثيقة تعاون ما بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وثيقة وضعت يدها على متنوع السياسات الاسكانية الحالية في المملكة وعاونت في إعداد الدراسات اللازمة التي استدلت طريق الخروج بتوصيات تكفل تطوير تلك السياسات بالإضافة إلى مدارات نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من أجل تحقيق استدامتها على المدى البعيد الإشادات الأممية التي وضعت في مقام البحرين المشيرة إلى حسن تعاملها مع ملفات المدن والمستوطنات البشرية كانت قد أرخت جدائل إعجابها بمنح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والاسكان لعام 2006 من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في جينيف وما تبعه ذلك من توالي صور مديح المعنيين والدول الأعضاء بالتجربة الإسكانية البحرينية في متنوع المحافل والاجتماعات ذات الصلة بالأمم المتحدة لتلفجان البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر